السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد دعوا نعمل مع بعض النهاردة فطيرة لذيذة جدا وكبت عشا خطيرة انا متأكدة انها تنالي عجبك مكوناتها ومقادرها وسيطة وبحشوة لذيذة جدا ومميزة تابعيني للنهاية اذكر الله وصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة في المقادير معي كوبايتين من الدين هنحط عليهم رشة من الملح معلقة صغيرة من السكر معلقة صغيرة من الخميلة الفورية ونقلب المكونات الجفة مع بعضها دي كده مكونات الجفة معي بعد كده هنحط عليهم معلقتين كبار من الزيت ولو عندك حليب بودرة حطي معلقتين من الحليب البودرة لو ما عندكيش هنكتفي بنص كوباية من الحليب هندفيها ونحطها على المكونات دي هنا بعد ما حطيت الزيت هنقلبهم مع بعض كويس وبعد كده نص كوباية من الحليب تكون دافية وهنحطها عليهم وبعد كده هنكمل عجن بمية دافية يعني نستخدم نص كوباية حليب بس دافية والباقي نعجن بمية دافية وهنعجن بقى زي ما قلتلك لما نضيف المية دافية لغاية ما يتجمع عندنا المكونات والنهارده عجنتلكم بايدي عشان الناس اللي بتقول لي على وصفات ساعة تنزلها فهل لازم العجان او كده لأ عادي ممكن نعجن بادينا بالطريقة دي كده حوالي سبعة دقيق او خمس دقيق العجان عندي مفوش مشكلة خالص عشان برضه لما بعجن على ايدي في ناس بتسألني طب العجان بتاعك في مشكلة او كده لأها حلو جدا رغم انه من ارخص انواع العجان في مصر بعدها عجنتها كوائس كده وهغطيها وهو سبها تخمر في الحر اللي احنا فيه ده ممكن نص ساعة تبقى اختمرت معاك ايدي انا بقى عندي قطعتين من شرحتين كده من البني اللي هي صدور الدجاجة العادية خالص شرحتين رفيعين كده حطيت عليهم شوية توابل حسب اللي بتحبيه ملح فلفل اسود بابريكا توابل لفراخ بودرة بصل بودرة الحاجات دي اللي انت بتحبيت فيها وهنحط معلها صغيرة من الخل الخلي طبعا هو اللي هيخليها تستوي معنا بسرعة بعد ما نحط المكونات دي هنقلبهم مع بعضها بالشكل ده وهنروح كده نشوحها على النار او نديها كده تسوية على النار سنة زيت صغيرة وبعد كده او المزيت يسخن في الطاصة مع القتين كده زيت يعني هننزل كده بالقطع بتاعة البني هنشوحه مع الناحيتين كده لغاية ما يتحمروا معنا وبعدين نحط ربع كوباية مياه وينسيبهم يستوي كده ونغطيهم واول ما يستوي هيبقوا تشوحوا كده مزبوطين معاية هتبقى يعني لذيذة وخفيفة جدا يعني من غير بقى ايه القليف زيت كتير والكلام ده لأ هي هتبقى صدور الدجاج معنا كده ايه خفيفة العجينة اللي معاية اسنتها اتنين بعد ما اختمرت او القطعة فيهم كده بعملها على شكل دايرة وجبت صانية مدهونة زيت وفرتها على قدها وبعد ما افردها هنبتزي نجيب الحشوة بتاعتنا ونستخدمها حشوة الدجاج اللي انا عملتها وحضرتها معاكم وهنحط معاها اي حاجة بقى موجودة عندنا في التلاجة ما فيش مشكلة انا حطت شوية من الزيتون وشوية وشوية من الفلفل الالوان ولو حابة تحط شوية بمودزرلة شوية جبنة رومي شدر اي نوع زي ما تحب يا فيش مشكلة خالص وبعد ما نحط كل الحشوة بتاعتنا اللي احنا عايزين نستخدمها هنجيب القطعة التانية من العجين وهنفردها برضو شوية وبعد ما نفردها شوية هنحطها على الوش ونقفل الجنيب بالشكل ده كده نقفل الجنيب كويس عشان ما تفقش معنا ونسيبها حوالي عشر دقيق وبعدين ندخلها فرن سبق التسخين على درجة حرارة مية وتمانين في الرفل اوسط خمس دقيق وهنطلحها من الفرن ونرش مدزرلة ونرجحها تاني تكمل تسويه لايك ما تستويه وتحمر معينا بالشكل ده ونقطع بقى قطعة عشان نورها لكم لو لسا ما عملتش لايك للفيديو ياريت اعمي لايك ازول لك انها خطيرة جدا سهلة وبسيطة بس طي ما خطير اي اي جربيها انا متأكدة انها تنالي عجابك ولو عجبتك وصفة النهاردة ما تنسيش لايك واشتراك وشير للفيديو بمانا لكم سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته